يقول العلماء في تعريف التوكل أنه الثقة بما عند الله واليأس فيما في أيدي الناس هل أنت ذاك العبد التي تبذل السبب ومعك واسطة وبفلان لابس بشته ما شاء الله ومعك ورقة توصية وكلمه قبل أن تذهب إليه وابن عمد خالد سواق المدير تعرفه ما في مشكلة أنت تعرفه وبذلت أسباب أن تصل إلى صاحب القرار هل أنت مطمئن إلى السبب أنه يقع بالسبب ما أراده الله لك دون أن تعتمد على الله هذا قد حم في التوحيد وقد يعطيك ويبتلك وقد ينفع الجاه لكن يعذبك الله بما سرت فيه أبذل السبب كله أبحث عن من يشفع لي اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء عليه الصلاة والسلام هذا حديث صحيح لكن مع ثقة العظيمة في الله جل وعلا ولذلك المتوكلين أكثر عباد الله حمدا يحمد من قلب لأنه يعتقد أن النعم كلها من الله وغير المتوكلين تعال حب خشمك يا شيخ ويدك ورجلك يا خلاص الله شفعنا لك لا يعتقد أن النعمة من الشافع أنت مسكين أنت والشافع طبيب ينجح في عملية هذا عمله لكن نجاحه في العملية كل الأطباء في العالم ماذا يقولون سنبذل ما نستطيع ينبض قلب بوك ما ينبض قلبهنا هذا ليس مسؤوليتي إنما هو اعتمادك على الله ولذلك ضيعنا في الحياة مواقف كنا سنرى فيها ما يدهش عقولنا من نصرة الله لنا ضيعناه بسبب فقد التوحيد في زمن الكربة فقدنا التوحيد وضعت البوصلة وصلنا نمشي بلا هداية هو الله هو الله الذي نحبه غاية الحب ونعظمه غاية التعظيم هو الذي نتكل عليه وعلى الله فليتوكل المؤمنون وليتوكل المتوكلون ولذلك التوكل أن تيأس بما في أيدي الناس وأن تثق فيما عند الله ولذلك تأتي نفسك مطمئنة وترى عجائب عجائبا من نصرة الله لك وقفة كان أهل اليمن بعض من أهل اليمن يأتونا إلى الحج وكان بعضهم يترك الزاد يعني لا يأتي بالزاد معه فلما سألهم الحبيب قالوا نحن المتوكلون نطلع من بلدنا ما معنى شيء وسيرزقون الله في الطريق فأنزل الله فأمرهم الحبيب بماذا؟ بأخذ الزاد فقالوا هم قادمين للحج وفد الله ضيوف الله مثل بعضهم يجيب نفقا قال بس وصلني مكة ما شاء الله لا قوتها إلا بالنس ثم يوقف عند مساجد مكة كلها يستعطيهم الذي يدفع لك لو قل إيمانه هو خير منك اليد العليا خير من اليد السفلة اعمل خذ نفقتك لا تأتي هنا ضيفا لله إلا معك نفقتك إلا إن فقدت نفقة سرقت منك النفقة كنت مهجرا من أرضك مطرود منها نعم لك حق على إخوانك لكن تأتي بقصد أن تسأل بعض عباد الله يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم حديث صحيح ولذلك قال الحبيب لمن كانوا لا يأتون بالنفقة قال التوكل ليس هذا ثم أنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا الأولى أي تزودوا بزاد الدنيا وخير الزاد التقوى أن تحمل في قلبك الإيمان لكن مع الإيمان احمل معك ما يوقيم أودك ورجل أتى إلى مسجد الحبيب عليه الصلاة والسلام ومعه ناقته والسؤال معروف والعجيب أن جميعنا يعرف هذا وتجد في حياة الأخبطة قال يا رسول الله ناقتي بالباب أعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل قال اعقلها وتوكل ترجمة نانسي قنقر